ترأس نائب المدير العام للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مدير عام السجل العقاري محمد هدران ترأس اجتماعا للاطلاع على سير العمل والتحديات التي تواجه فرع الهيئة في أبيان وسبل معالجتها واستعرض الاجتماع ومستوى الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بأبيان وأكد هدران على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لرفع مستوى الأداء وإنجاز المعاملات للمواطنين وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بما يضمن الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة مشددا على التقيد باللوائح والمخططات العمرانية ومحذرا من التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط أي اعتداء على أراضي الدولة